بسم الله الرحمن الرحيم نريد أن نمر على شيء من تفسير آية الكرسي نعم أولاً هذه الآية تسمى بماذا؟ تسمى بآية الكرسي لذلك تسمى بقية الكرسي هذا فيها الكرس في هذا الشكال أولاً تسمى بيها الكرسي والخصة هي موضع قدمين الله سبحانه وتعالى كما جاء هذا من الصحابة رضو الله عنا enhance فيها كرس في هذا الشكال في هذا الشكال إليها تسمى بقية الكرسي عن ذلك لأن الأبارة ستجعل ذلك كيف يجعل ذلك كيف يجعل ذلك الصحابة يجعل ذلك نعم هذه الآية لها فضل نعم هذه الآية لها فضل ما فضل هذه الآية؟ وما هو فضل؟ من يعلم؟ نعم إذا قرأت الإنسان من قبل لا ينام يقول لها حزم الشيطان حتى يوسف لا لَا مَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَا لَا يَضُرْهُ شَيْطَان حتى يُصبح نعم لأن فيها أن الله سبحانه وتعالى لا يؤده حفظهما أي أن الله سبحانه وتعالى لا يفقله حفظ السمات ما قالك حفظ مخلوق من المخلوقات نعم 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 لا مَعبُودَ بِحَقْ أَيْ كُلْ مَعُبِدَ مِن دونِ اللّه قَعِبَادِتُ بَاطِلًا إِلَّا هُوَا إِلَّا اللّه فَهُوَا الْمُسْتَحَقِّ اللّهِ الْعِبَادَ سُبْحَانَهُوَا تَعَدٍ هو 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 الذي قام بنافسه و قام بغيره به فهو سبحانه وتعالى مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقد إليه سبحانه وتعالى وقال ذلك هو الإشتماعي وقال ذلكه بأن個人 يحفوه فهوه يحفوه سبحانه وتعالى فال إحفى هذا الاسم الكمال الذاتي الكمال الذاتي وإذا انضم الحي مع القيوب كان الكمال في الذات والكمال في السلطان وإذا قلت بعض العلماء أن الحي القيوب هو اسم الله الأعظم يقولون أن الله سبحانه وتعالى إذا سئل بهذا الاسم اسمه الأعظم إذا سئل بهذا الاسم أعظم نعم نعم السنة لا تأخذ السنة ولا نوم السنة هي مقدومة النوم السنة السنة السلطان السنة 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 ويساعدنا كلها إنه لا يمكن أن نفتقل إلى المخلوقين لماذا؟ لأن المخلوق يموت ويانا ويأتي شيء من النعاس ولا يستطيع أن يغني عن نفسه ويغني عن غيره نعم لأنه يجب أن نفتقل إلى المخلوقين ويساعدنا كل ما يتقل إلى المخلوقين ويساعدنا كل ما يتقل إلى المخلوقين ويستطيع أن تقدم معنا بي تفسير في صورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى ملك يوم الدين فهو ملك ومالك يوم الدين فهو ملك ومالك نعم من سورة الفاتحة حق لله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا في أن الشفاء حق لله نعم كبير ما يشفع عنده إلا بحشرة فهو ملك يوم الدين بحشره وعلى المخلوقين يشفع عنده إلا بحشره فلا يمكن أن تطلب الشفاء إلا من الله هذا فيما لا بدر عليه إلا الله ولا بدف الشفاء من إذن الله سبحانه وتعالى وفيها إثبات العلول الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له العلو في الذات فهو سبحانه وتعالى فوق سبع سماوات وعلو في الصفات فالله سبحانه وتعالى له الصفات العلو نأكمل صفات هي صفات الله سبحانه وتعالى لا يلحق الله سبحانه وتعالى نقص بأي وجه من الوضوح نعم ويسألو ما بين ايديهم أي الحاضر والمستقبل نعم يعني ما بين ايديهم وما خلفهم أي الماضي نعم و هذا فيه عموم علم الله سبحانه وتعالى بما مضى و بما هو باقرع الآن و بما سيأتي و لا يحيطون بشيء من علمه يعني لا يمكن أن ندرك شيء من علم الله سبحانه وتعالى إلا بما علمان الله سبحانه وتعالى نعم يعني علم الغيب هذا لا أعلم إلا الله سبحانه وتعالى نعم و أعلم أن الله سبحانه وتعالى بأشياء في الغيب ستقع كما يكون في اليوم الآخر في يوم القيامة أيضا مما يكون في الجنة نعم نعم و لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء إلا بما علمان الله سبحانه وتعالى و من التعب علم الغيب فهو كالب والله و كافر نعم و سبحانه وتعالى أعظم أعظم اعظم المخلوقات ومن ها نعم 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 لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى لا يفعله لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يلحق شيء من حفظ هذه المخلوقات لكمال قوة وقدرة وإزة سبحانه وتعالى لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى و هذا الشيء في كون هذه الآية أن من قرأها في ليلة لا يزعب عليهم من الله حافظ ولا قربوا الشيطان حتى يصبح و هذا هو سبحانه وتعالى و هو سبحانه وتعالى على العرش استوى استوى حقيقي لفجرات عظمتي وفيها الأثبات العلو لله سبحانه وتعالى العلو في الدات نعم وعال العلو في الصفات نعم وعال العظيم يعني ذو العظم التي ليس فوقها عظم نعم 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 شكرا 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 شكرا